اذا الاساس هو بناء الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة التي بتعرفها لها حكومة تحافظ وتحمي كل اعضاء المجتمع بغض النظر عن انتماءاتهم القومية او الدينية او الفكرية وتحمي الخصوصية وحرية التعبير هناك بعض عدة مبادئ ينبغي توفرها في الدولة المدنية والتي إن نقص احدها فلا تتحقق شروط تلك الدولة اهمها ان تقوم تلك الدولة على السلام والتسامح وقبول الاخر والمساواة في الحقوق والواجبات واحترام التعقدات بحيث تضمن حقوق جميع المواطنين ليس كهبة من الحكومة ولكن كحق من واجبها الحفاظ عليه ولا تسمح لبعض افراد المجتمع ان يفردوا ثقافتهم على الاخرين تحت عباءة دينية او ايديولوجية تعالوا نفكر فيما ذكر في دباجة الدستور ونجعله اساسا الحوار وهو ما اشار اليه السيد منصق الحوار ونسأل انفسنا بصراحة كيف يمكننا تحقيق ذلك وعلينا الحذر من حماية الحوار من البعض الذين يرون وقد يكون بحسن نية ولكن بخطأ ان الاستقرار وسلامة المجتمع تأتي بالسكون وعدم التغيير وتجنب فتح ابواب التعددية الاسهل لمن لا يملك القدرة على الاقناع الاخرين ان يسعى للفكر الواحد وفرض الطاعة وتضييق الاختيارات الله الله يا دكتور حسام كأننا نسمع نغما وقصائد يعني لامير الشعراء اهلا بك دكتور حسام منورنا اهلا بك دكتور حسام بدراوي مفكرنا الكبير اولا انا عايز اشكرك على رد الاعتبر للدستور في كلمتك لانك انت وربما السياسي الوحيد اللي اشرت الى العودة الى الدستور واحترام مبادئ الدستور وحتى دباج الدستور التي كانت تعبر عن مصر التي كانت تريده وتحلم به وبمناسبة انه احنا بقلنا الوقت الاحتفال مائة عام على دستور 23 في بلد يعني لديها دستور من زمائة عام لابد ان تعنى به وتهتم به هل افهم من كلمة حضرتك انه في تفعيل الدستور غائب جزئيا غائب جزئيا غائب لعدم تطبيق بعض المواد نهائيا وغائب لتطبيق انتقائي لمواد اخرى والحقيقة احنا فلسفة الدستور واضحة جدا فاذا انت في لحظة ما هذه الفلسفة لم تطبق يعني الدستور بيكلم على التوازن بين السلطات وانا وانت عارفين والشعب كله ان ما فيش توازن بين السلطات ان السلطة التنفيذية متغولة على السلطة التشريعية والسلطة القضائية احنا عارفين انا الاوان ان يحصل استقلال للسلطات دي الدستور بيتكلم على احترام حرية الافراد والمواطنين واحترام الخصوصية احنا كلنا عارفين ان ده مش مطبق تطبيق كامل وان احنا بكل اسف ما زلنا نطبق الحبس الاحتياطي بدون حدود زمنية والناس تقعد من غير توجيه اتهام رغم ان التكنولوجيا اتاحت لك انك ممكن تقيد الشخص وهو بيته صحيح لكن فكرة السجن هي فكرة غالبة عند بعض الناس ان دي عقوبة في حد ذاتها بدون شك تقدر تتغيره كده انا وانت كده توصل بقرار قرار الرئيس الجمهورية بالذكاء شديد خد قرار بمد اشرف القضائي على انتخابات الرئاسية على انتخابات الرئاسية وعلى كل الانتخابات الجاية يعني اقصد اقول انت ممكن تعمل تغييرات تدي للناس امل انا معرفش مين المسجونين وما ديش علاقة بيهم لكن انا بتكلم عن مبدأ المبدأ دستوري معرفة فكرة مش مبدأ انا ده دستور بتاعنا اللي قال انت ما تقدرش تحبس حد بدون توجيه تهم ولو ما وجهتش تهمة يروح بيته وجهت تهمة يبراحل محكمة مش قاعد في السجن لكن مش قاعد في السجن وبعد قبل ما تخرس المدة اوجه له التهام تاني يبقى انت بتتلاعب بالدستور انا وانت عارفين ان اللا مركزية لم تطبق انا متأكد ان هناك اسباب وانا عارف ايه هي الاسباب بس بقولك انا حضرت الفين وسبعة او تمانية اخر مرحلة من تطبيق اللا مركزية في فرنسا بدعوة من الحكومة الفرنسية وقتها لان قاعدت اظن اتنين وعشرين او خمس وعشرين سنة للتطبيق انا عايز اشوف الخطوات الاولى صحيح مش هتطرب غير يوم وليلة انت مش هتطرب انو يباش مركزي قرار جاي من العاصمة جاي من الوزارة الاعلى لا الدنيا فمحتاجة وقت محتاجة وقت بس محتاجة تاخد خطوة نحن دولة مدنية حديثة ديمقراطية تحترم حقوق المواطنين وفيها توازن للسلطات ويتم تداول السلطة فيها سلميا والدستور بيقول انه هما مدتين فقط حصل استثناء الاستثناء ده مش لازم يتكرر مرة تانية وبزود عليه انه ما يصحش سلطة حاكمة تعمل استثناء تستفيد منه على فكرة ده مش غريب واحنا بنقوله بس بمرور الوقت بقى حتى قولانه تؤاخذ عليه انا شايف ان اللي حصل بدعوة السيد الرئيس للحوار الوطني والجلسة اللي كان فيها تنوع بين الناس دي خطوة رائعة علينا ان نستغل لها استغلالا حسنا بان احنا نفتح الابواب لنقاش حقيقي وحوار حقيقي لنقل الدولة المصرية من نقطة كانت فيها بتقول احنا في مرحلة انتقالية الى نقطة تانية بتقول احنا في استدامة تنمية هي قالت الدولة قالت انها انتهت لمرحلة انتقالية ايه قالت فين انا سمعت السيد الرئيس الجمهورية بيت كده قال انه مرحلة انتقالية بتاعت احنا الوقت بنتكلم على جمهورية جديدة يعني ايه جمهورية جديدة مش هتعيش في الدولة انتقالية بجمهورية جديدة نهيك عن اي وضع انتقالي له اسبابه وتحترم لكن بيتخلق مستفدين من بقاء الامر كما هو عليه وناس كتير تقولك ده انت لو عملت تغيير ولو عملت تعددية زي ما الدستور بيقولها تبقى فوضى لا تبقى فوضى لو ما عندكش قانون ولو ما عندكش عدلة نجزة لكن من عمرها ما هتبقى فوضى اذا انت طبقت فلسفة الدستور وانت بتتنقل النقلة دي المصالح التي تكونت اثناء الفترة الانتقالية طبيعة بشرية انا مش عايزة اغير اللي انا فيه انا كسبان كده سواء دي كانت مؤسسات في الدولة او اشخاص عايزة شجاعة والشجاعة دي ما تقدرش تطلب منهم يعملوها ده لازم السلطة السياسية الرئيسية هي اللي تاخد هذه الوطنات عظيم الحوار الوطن يمكن ان يؤدي الى ايه يا دكتور انا شفت حركة بتتكلم في وبتقول ان الحوار السياسي يعني بالضرورة الحوار الوطن يحوار السياسي طبعا لكن انا قصاد تسعتاشر ملف اساسا يعني قصاد ثلاث محاور منهم المحور السياسي اه ومشهد الافتتاح كم مشهد مهم للغاية وايجابي جدا لكن كمان بدى وكاينه عقازي للغاية يعني سوق عقاز جامد اوي وان احنا ازاء موضوعات كتيرة اوي مفتوحة واصوات كتيرة بتتكلم فربما تعدد الاصوات وكسراتها دي مطلوب منها انه يعني او يرشح منها وتنتهي الى انه القضايا الرئيسية تضيع وسط الثانويات لا انت مستشار الحوار الوطني اه قضايا الرئيسية لا يمكن تضيع في الفرعيات لو احنا جدين هو حوار سياسي لكيف تحكم البلاد لان كيف تحكم البلاد هو اللي يؤدي الى استدامة التنمية والى الثورة في نظام العدالة الذي يجعل المواطن يحس والمؤسسات تحس ان هناك سلطة قضائية مستقلة تفصل في القضايا بسرعة عشان كل واحد ياخد حقه يعني هو حوار سياسي ده المظلة والمظلة دي مدخلها فلسفة الدستور انا مش بقلف انا بقول الدستور اللي الناس وفقت عليه مرتين مرتين مرة في اقراره ومرة في تعديله مصموح اه وبالرغم ان انا ما كنتش موافق على بعض البنود اه وما كنتش موافق على جزء من التعديلات لكني احترم انه دستوري واعمل به محدازي برضو الفوضى اللي بتقول لك لو ما عملش اللي انا عايزه مش اعترف مش اعترف لا انا لازم اعترف بي لكن ده قائم على اين نظام عدالة وتنمية مستدامة تنمية مستدامة ده هي مصر لها برنامج اه لها برنامج اسمه رؤية مصر عشرين تلاتين الرؤية دي مفروض تتطور الى رؤية مصر عشرين خمسين لان الجزء الاول من الرؤية لم يتم تطبيق الرؤية فيه بشكل متكامل ده مش معناه ان ما فيش حاجة اتعملت حاجات كتيرة رائعة اتعملت ولازم نتكلم عليها ونقول عليها وبنية تحتية واستصبرات كل ده اتعمل لكن هل ده يتم في اطار الرؤية تحدد في النهاية هدف وكل حكومة جات وضعت الاستراتيجيات والمشاريع التي تنفذ الرؤية انا ادعي ده ما حصرش جايز الحوار الوطني يحط النقط فوق الحروف وباقي ثمان سنين لازم الحوار يمتل عشرين خمسين او عشرين سبعين الحوار الوطني مؤهل ان هو يتكلم لكده بس ارجع لكلمتك المهمة جدا ان المصرح كم مليان كل حاجة وقاض النازعة لكن لازم تتكلم على الجلسة الفتاحية الاساسية اللي تكلم فيها السيد عمرو بوسى وانا لان ده حط الاطار بتاع كل الحوار تيجي جوه الحوار بقى في رأي ان تمانين تسعين في المية من القضايا المطروحة متفق عليها تصور يعني انا شايفك بتتكلم مع الدكتور محمد فؤاد على الجانب الاقتصادي هو الجانب الاقتصادي بيحلوا حوار بين الناس وبعض ولا بيحلوا خبراء خبراء طبعا شكرا فانت الخبراء دولة اساسيين لكن انت بتتكلم على نظام اقتصادي شكله ايه انتظام نظام اقتصادي فيه تنمية بحط الهدف ان انا عايز تمانية في المية العشرة في المية لمدة خمستاشر سنة قلول يا خبراء نعملوا ازاي لكن مش انا اللي هقولك تعملوا ازاي وانت بتتكلم على مشاكل واقعية وحلول متوسطة بتقولي تيمانية في المية متفق عليه اه القضايا المطوحة في حوار وطن الجميع متفق على القضايا السياسية اه واكدلك ولو تاخد بالك ما يفعل احزاب الموالية والاحزاب المعارضة والاحزاب المتطرفة اه الكل متفق على الحقوق حرية التعبير اه وحقوق المواطنين احنا يعني ده الحقيقة كده اه خلي بالك الناس كنت بتسقف على ايه اه الناس كانت بتثقف على ده طب اذا انت النهار ده ممكن تخرج من الحوار الوطني خلال اسبوع عشر تيام بحاجات هو انت مش هو انت مش متفقين المصادر الثروة بتاعتنا معروفة طب هو مصادر الثروة دي سواء كانت قناة السويس ولا السياحة ولا الاستثمار ولا ولا نوترول والثروة المعدنية هو انت مش عارفها عارفين هو انت مش عارف تحصل ازاي تحصل في كلمة قالت في حوارك مع الدكتور محمد فهد الجهات الدولية سمعة بس ما شافتش انا كمان بسمع وبصدق لاني انا حسن النية لكن ما بشوفش هو انت يا استاذ ابراهيم ما تقدرش تغير في حياة السياحة في مصر بقرارات خلال الاسبوع الاولاني من بعد كلامنا ده هو انت مطار القاهرة والمواصلات في القاهرة والتاكسي ودخول الاماكن السياحية ده عايز عبقرية ده انت تقدر تغيره بكرة لان هي مسألة كفاءة الادارة كده كده تبتكلم على ايه ان الناس ما عادتش عايزة ايديولوجية يتكلم على كفاءة الحكام كفاءة الادارة العدالة الناجزة توازن بين السلطات والتنمية البستدامة اللي ما ادخالها التعليم سواء بتاعي انا مسألة اول ما قلت كلمة التعليم تعالف نابليون اللي كان بيتحسس مسدسه ايه اول ما بتقول التعليم انا امسك قلبي لاني باشعر بواجع وكان هرتكتك دكتور وفرصة لفيه طبيب عظيم معنا في الاستوديو فانما هنخرج الافاصل ونعود نكمل مع دكتور حسان بدراوي رؤيته التي طرحها فيه افتتاح الحوار الوطني ثم طموحه للحوار الوطني نفسه باعتباره مستشار هذا الحوار بعض الفاصل بإذن الله اذا عدنا في حديثنا حديث القاهرة ما نفكرنا السياسي الكبير دكتور حسان بدراوي مستشار الحوار الوطني وكنا توقفنا عند فكرة التعليم وكانها يعني مسألة مطبوحة جوة الحوار الوطني صحيح الحوار الوطني فيه قضايا وملفات كثيرة لكن يبقى 19 ملف غاية انه كمان ارهق الحوار الوطني بملفات كثيرة للغاية وان كان في الاصل السياسي زي عادتك بتقول لكن في المحصلة هل احنا وانحنا بنتكلم على مجتمعنا وتعامل مع التعليم قدر على انهاض وتنمية مستدامة زي عادتك بتقول زي طموح السعي الى دولة مدنية ديمقراطية حديثة اؤكد لك ايه اه في حال الراهن اؤكد لك ايه كيف انا صحيح متفائل لكن مش متفائل يعني بلا منطق اه انت عندك عدد حوالي 65% من المجتمع شباب واطفال صحيح يعني انت هم محتاج ديكيد واحد 10 سنين انك انت تخلق نمط جديد في الحياة في مصر بالتعليم انا طبعا انا بحط الثقافة والتعليم والشباب في بوتقة واحدة مفروض في وزارة واحدة والله كمان ومفروض ان هم ايه بوا في وزارة واحدة ده الرأي يعني وعلى فكرة قلته قبل كده عشر صحيح اه انت انا اللي كنت بقوله في التعليم سنة 2000 ما زال هو هو الان صالح لـ 2019 اه تصور بقى حاجة تغيص ومفروض المشاريع اللي تطبق الرؤية تبقى هي دين نبراس الوزارات مش موجودة في 20-30 موجودة في 20-30 موجودة بقى وايه موجودة بمؤشرات القياس بالمدد الزمنية تمان التكلفة المالية تمان ادي حاجة تقوليز اكتر مش حاجة تغيص لكن فيش وزيرتي عليه معدى وان طلع الرؤية كده على فكرة كل وزير بيجي بيعمل حاجات كويسة جد اه بس مش الرؤية مش ده مش ده اللي انا بقصده اللي انا بقصده ان في حاجات تؤدي الى الهدف ده في النهاية وانت لازم تتحدد اهدافك يعني عايز اقولك مثلا ان من من 20 سنة كنا بنتكلم على مرحلة ال4 ال6 سنين في التعليق اللي كان ان الاطفال فيها ما يطلعوش 14% بتحتويه لان العلم قال لو علمتهم من ال4 ال6 سنين انت بتحصل على شخصية مختلفة تماما وكان الهدف ان خلال 8 سنين 2020 هتصل الى 100% انت النهاردة 18% او 20% انا معرفش العدد كام يعني بس طبعا مش 100% الفكرة ايه هو بشداد ده بتحط هل طبقته هل ساعت اليه هل في اطار السنوات بتقيس وطول على فكرة انا واقف هنا وعندي اسباب استدامة ده هي دي شغلة الحكومة صحية دكتور يعني انت بتقول لي 80% تقريبا ومتفق عليه في الحلوطن اللي بتقول لي ان رؤية 20-30 اه حتى بما فيه كلفة الخطط بما فيه مراحلها بقى اه طب السؤال ده كله ده بتحققش ليه ازا هالأمور سهلة كده والورق موجود والحلول مطروحة والاتفاق العام يعني محقق انا بروح لجميع الاحزاب السياسية في خطة في استراتيجية التعليم مفيش عندي ولا حزب لا يساري ولا يميني ولا فوق ولا تحت مختلف فيها الله طب احنا متفقين اهو اه وبعض الناس ساعات تقول لي يعني انت راجل لبرالي انا مش لبرالي انا لبرالي اقتصادية اه لكني اكثر اشتراكية فيما يخص الحقوق التعليم والصحة والعدالة الاجتماعية اه فكرة النمط الايدولوجي راح هل فيه ختلاف في التعليم لا لكن لو حد جيه نهارده قال لي لا ده التعليم بالمجانية وحشة بقي انا مطبقش الرؤية ايه اللي يخليك متفائل ان انا هنجد يعني تحقيقا او تطبيقا للنتائج الحر وطن لأنك في أزمة أنت في أزمة اقتصادية وأزمة حضرية وإنت محتاج أنك الناس كلها شايفة أنك في أزمة بقول لك الناس بيشتغلوا معاها بقول لي يا دكتور حسام أنتو لو خلصتونا من الدروس الخصوصية مواردنا كأسرة ترتفع 100% صحيح يعني الله ده أنت بتتكلم اقتصاد مش بتتكلم تعليم بس صحيح أنت كفاءة إدارة العملية التعليمية كفاءة هترفع عن كاهل المواطن المصري عبءا هائلا زائد التوتر يعني وإنت بتتكلم على رعاية صحية لا إحنا عندنا أزمة طبعا وتكلفتها عالية مع أنك بتتكلم على حق أساسي من حقوق المواطن تعالوا دي بقى عايزة تفصيلات بس عايزة خبراء بس الهدف إيه؟ بالهدف إن ما فيش واحد يحتاج رعاية صحية ما يلاقيهاش من غير ما يضطر يسدد من جيبه ما تقوليش أنا ما أقدرش لا تقدر الحوار الوطني فيه خبراء ولا فيه سياسيين ولا فيه نشطاء ولا فيه مينة الحوار الوطني يحط أهداف لكن مش مفروض مش مفروض يخش في التفاصيل الأداء طيب وهو نازمة إنه يدخل في تفاصيل الأداء أنا ألاقي حوار وطني ومش محدد المد لازم يحدد المد المفروض يعني هل فيه أجندات كنت تتحددوا المدة لأنه مدة مفتوحة ده معناها أنه أفق مفتوحة ما تقوليش إنه زي ما عدنا سنة على المستشار الحوار الوطني لا المستشار الحوار الوطني لرؤية مصر عشرين ثلاثين وعلى فكرة أنا لما أنا عملت الواجب بتاعي أنا جيبت الرؤية وأعدت مع وزارة التخطيط وشفت اللي هم بيعملوه على فكرة شغل باحثين ممتازين وناس ممتازة وأرفع لهم القبعة على فهمهم لكن اتفقنا كمان إنه إحنا لازم نخليها رؤية عشرين خمسين أو عشرين سبعين وإحنا بنعمل الكلام ده إنت عارف وأنا عارف إن المسألة مرتبطة بالسلطة التنفيذية فلزب بقى فيه محاسبة هتقدر تعمل الكلام ده واللي مش هتقدر تعمل الكلام ده يجي غيرك يعمله مش عيب لو ما انتش مختنع ديه هل تتتكلم على تدول السلطة ويبدو إنه يعني دي قيمة محتاجة تتوفر عندنا يعني وإنت لازم هربط لك أنا ربطي لك بالاقتصاد بالتعليم صحيح أنا هربط لك التعليم بتدول السلطة إزاي؟ أحد أسبابك في عدم تدول السلطة في مصر أو بتطبيق اللي هي مركزية هي عدم الكفاءة مين اللي بيختار؟ أنت لو ما بتعرفش تختار هتجيب لك أسوأ الناس فإنت وإنت بتتكلم على التعليم إنت بتتكلم مرة أخرى سياسة لأن هي هتوفرك الكفاءات قدرتك على الاختيار نابعة من حجم معرفتك وبقدرتك على قياس الأمور واختيار الأفضل صحيح والأفضل ده مش الأفضل لك الأفضل لمجتمعك كلها مرتبطة بالمعرفة والتنمية الإنسانية والتعليم وحجم قلق الناس كله مرتبط باحتياجاتها مش بس الأسعار لا الأسعار والعايز الصحية والمواصلات كلها والعدلة الاجتماعية وكله له حلول مكتوبة جزء منها بقى توفرها وجزء منها الأخر هي كفاءة إدارة تحقيق الأهداف أنا ضربت لك مثل في السياحة وكاتب بقالة هبعتها لك إن شاء الله تنشر يعني أرجو لا تنشر اسمها في الزيادة يبني نقصات ده جدتي كنت بتقولي جدا لما تزود قوي الأمور انت بتنقص بتعمل إجراءات أمنية متتالية كثيرة جدا في الحقيقة انت ما بتعملش أمن انت بتعمل نقصان أمن لما بتعمل إجراءات سبعة مليون بيخدمهم للمواطنين وهما يخدمهم واحد ونص انت في الحقيقة بتقلل كفاءتهم وبتزود بكل التعقيدات والقوطية فهي كفاءة الإدارة أنا في رأيي إن مدخل مصر هي كفاءة الإدارة لتحقيق اللي إحنا متفقين عليه مش كفاءة الإدارة دي واجهة من أزمة الحضارة أصلا؟ أيوه بس يعني حسب ما العلم بيقول أنت بتغير الإدارة بيساعد بأشخاص قليلين العدد جدا بيسغيرهم ومصر دولة عميقة جدا يعني يعني الرئيس بيقول حاجة مش معناها نعم تتنفس تحت يعني أنا عندي مثل لطيب دايما بقوله الناس إحنا بنعمل تكنولوجيا وبندخل رقمنا ومثلا السجل اللي التجاري بقى مرقما وكل كنت بروح حتة في نادي الجزيرة كل أموري في الحاجات اللي بتخلص لأن المدير كفئي جدا لحد ما دخلت له التكنولوجيا كل يوم نروح مشكلة لا يقولك السيستم واعع السيستم واعع ده مش عبط السيستم واعع ده مقصود أنك أنت في الآخر ده بتاع تعالى بكرة بس بقى تكنولوجية المسائل تخلص والله 80% من مشاكل هذه البلد وعايزك تطرح مرة في بيدينامج تقول إيه العشر قرارات اللي ممكن تتخذ بكرة تغير 50% من عوائق الاستثمار في مصر وأنت مش عارفها أنا عارفها وأنت عارفها والقيادة السياسية عارفاها والوزارة عارفاها وكلنا بنقولها بس ما بنشوفهاش لو ما نجيب حد يدفزها طرح كلنا عرشنا دكتور حساب مدراوي سؤال أخير اليوم التالي لنهاية الحوار الوطني ماذا تنتظر منه؟ أنتظر منه أن الناس تقول اللي أنا بقولولك دلوقتي على فكرة يا جماعة جميل جداً أن إحنا عادنا مع بعض وجميل جداً أن التواقف المختلفة طلاقت وشفت ناس خارجين من السجن وقاعدين في الحوار وشفت ناس متطرفة وقاعدين في الحوار وشفت طرفة سياسية سياسياً طبعاً ويعني لما بالناس بتقعد مع بعضها بتطلاق طبعاً وعلى فكرة ده القضايا المطروحة دي فيه 70-80-90% منها على فكرة إحنا متفقين عليه تعالوا بقى أننا فيزها وإحنا كلنا هنقف معاكم أنا مستعدة أقف مع وطني في تطبيق هذه الأمور لأننا متأكد أن هناك حسنينية وهناك رغبة حقيقية لكن فيه حاجة أنا مش عارفة هنحن نحن نعرفها دلوقتي ألا في وقت آخر بقى وقت آخر في وقت آخر شكراً جداً دكتور حسن بدراوي شكراً للغاية أشكركم وألتقي بكم بإذن الله الأربع القادم أما الغد فمعيدكم مع نجم الإعلام المصري وستاذ خير رمضان في حديث القاهرة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته